يبدو أن الحياة بعد يوم السابع من أكتوبر لم تعد كسابقه في ظل تغيرات كبيرة باتت تحدث على الأرض خلال الثلاثة والعشرين يوماً الماضية حركة حماس أعلنت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في شمال غرب قطاع غزة بالأسلحة الرشاشة والمضاد للدروع مشيرة إلى أن مقاتليها باغت القوات المتوغلة شمال غرب بيت لهيا بعد تسللهم خلف خطوطها والتحامهم بالقوات الإسرائيلية واشتباكهم معها وفي وقت لاحق ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه جرى إطلاق صواريخ على القوات الإسرائيلية في منطقة معبر إيريز مشيراً إلى أن طائرات حربية وأخرى مسيارة إسرائيلية استهدفت مباني عسكرية لحماس يتحصن في داخلها عناصر للحركة بحسب بيان للجيش وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يجري عمليات توغل في شمالي قطاع غزة وتحدث عن استهداف عناصر فلسطينية في منطقة الساحل الشمالي المحاذية لمنطقة زيكيم داخل إسرائيل روايات قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يدعمها أي شواهد على الأرض فهي مستمرة فقط في قصفها الجوي غير المنقطع لكن محاولات الاكتياح البري من المؤكد أنها تقابل بمقاومة ضارية في تلك الأثناء قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيل جيك سوليفان إن إسرائيل مسؤولة عن حماية أرواح الأبرياء في غزة وذلك وسط غضب متزايد بشأن مقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع ومع ارتفاع عدد الشهداء والغرحة بالآلاف تتعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضعوط متنامية لتوضيح أن دعمها الثابت لإسرائيل لا يعني تأييدا شاملا لكل ما تفعله حليفتها في القطاع المحاصر ترجمة نانسي قنقر